بسم الله الرحمن الرحيم درسنا اليوم عنوانه عشق ناكي يا مصر للشاعر فاروق جويدة هذا النص نص حفظ ونص مهم تعالوا نتعرف على الشاعر فاروق جويدة الشاعر فاروق جويدة هو شاعر مصري معاصر طيب الشاعر بيتكلم في بداية النص عن حب مصر الذي يسكن في كلوبنا وأعماقنا بيقول في أول بتين حمل ناكي يا مصر بين الحناية وبين الضلوع وفوق الجبين عشق ناكي صدرا رعانا بدفء وإن طال فينا زمان الحنين تعالوا نشوف معاني الكلمات الموجودة هنا معنى كلمة حملناكي رفعناكي ووضعناكي والمراض حفظناكي بين الضلوع أي في قلوبنا ومفرط كلمة ضلوع ضلع عشق ناكي أحببناكي ومضادها كرهناكي وبغضناكي رعانا حفظنا عكسها أهملنا وإن طالة معنى كلمة طالة إمتدى وعكسها قصرى الحناية الأعماق مفردها الحنية الجبين مقدمة الرأس وجمعها جبن أو أجبن أو أجبنة صدرا المراد بيها أمّا وجمع صدر صدور دفء حنان والحنين معناها الشوق طبعا لو تأملنا في الأبيات دي نجد أن الشاعر يتخيل أن مصر إنسانة يخاطبها ويوجي إليها ويوجي إليها حوار ويقول لها إن حبك يا مصر يسكن في أعماقي قلوبنا ويعلو فوق رؤوسنا وكأنه تاج ولقد عشقناك عشق الأبناء عشق الأبناء لأمهم التي ترعاهم وتحن عليهم فيشتاقون إليها في كل حين طبعا الشاعر بيقول للمصر هنا أن حبها يسكن في قلوبنا ويعلو فوق رؤوسنا وكأنه تاج ونحن نحبها كما نحب الأمة التي ترعانا وتحن علينا طيب نيجي نبص المواطن الجمال بيقول لي حملناك يا مصر تصوير لمصر بشيء سمين يحمل ويا مصر أسلوب نداء غرضه التعظيم وتصوير لمصر بإنسان يناديه بين الحناية وبين الضلوع تعبير يدل على شدة حب المصريين لبلادهم فوق الجبين تصوير لمصر بتاج يعلو الرؤوس عشق ناكي صدرم تصوير لمصر بالأمة التي ترعى أبنائها إن طال فينا زمان الحنين أسلوب قصر وصيلته التقديم والتأخير ويفيد التوقيد والتخصيص يعني إيه أسلوب قصر أو يعني إيه تقديم وتأخير الجملة دي فيها تقديم وتأخير أصلها إن طال زمان الحنين فينا يبقى فينا ديه حرف جر وإسمه مجرور يبقى قدم الجر والمجرور يبقى بسميه أسلوب قصر يفيد التوكيد والتخصيص البتين أو الثلاث أبيات اللي بعدهم طبعا فاروق جوي ده يؤكد على أن مصر باقية رغم الشدائد والمحن بيقول لها في الثلاث أبيات سيبقى نشيدك رغم الجراحي يضيء الطريقة على الحائرين سيبقى عبيرك بيت الغريب وسيف الضعيف وحلم الحزين سيبقى شبابك رغم الليالي ضياء يشع على العالمين يبقى معناها يظل ويدوم ويستمر والجراح اللي هي الشدائد ومفرد الجراح الجرح الحائرين المضطربين والتائهين ومفردها الحائر بيت المراد المأوى والملجأ وجمع كلمة بيت بيوت سيف المراد بها قوة وجمعها سيوف وأسياف الليالي الظروف القاسية العالمين الخلق كله نشيدك صوتك وجمع نشيد أناشيد يضيء ينير عبيرك رائحتك الطيبة والمراد بها أرضك الغريب جمعها الغرباء حلم أمل وفرحة وجمع حلم أحلام يشع ينشر نوره يستمر الشاعر في مخاطبة مصر ويقول لها سيبقى صوتك يا مصر رغم الشدائد مصباحا ينير طريق الحائرين ويهديهم إلى الصواب وستبقى أرضك مأوى لمن يرغب في الأمان ومصدر قوة للضعيف وفرحة للحزين وسيبقى شبابك رغم الظروف القاسية شمسا تنير حياة الناس جميعا فشبابك هم عدتك التي تعينك على تحقيق آمالك مواطن الجمال الموجودة هنا سيبقى نشيدك سين طبعا في سيبقى حرف يفيد المستقبل القريب وأي فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار والاستحضار الصورة رغم الجراح الجراح اللي هي الشدائد يبقى تصوير للشدائد بالجراح المؤلمة وتعبير جميل يدل على قدرة مصر على مواجهة الشدائد والجراح جمع يفيد الكسرة يضيء الطريق على الحائرين تصوير لنشيد مصر بمصباح يضيء طريق الحائرين سيبقى عبيرك بيت الغريب تصوير لعبير مصر بالبيت الآمن لكل غريب سيف الضعيف تصوير لعبير مصر بالسيف في يد الضعفاء حلم الحزين تصوير لعبير مصر بالحلم الذي يسعد كل حزين سيبقى شبابك ضياء يمشعوا على العالمين تصوير لشباب مصر بالشمسة التي تنشر ضوءها أو تعبير جميل يدل على الدور المتميز لشباب المميز لشباب مصر في كثير من بلاد العالم رغم الليالي تصوير للظروف القاسية بالليالي في ظلمتها والليالي جمع يفيد الكسرة الليالي وضياء تضاد يوضح المعنى ويؤكده تكرار سيبقى للتأكيد على أن مصر باقية تكرار العطف يفيد التعدد والتنوع وتكرار رغم يدل على مدى الصعوبات التي مرت بها مصر وقدرة مصر على تخطي هذه الصعوبات تعالوا نشوف البيت الأخير عنوانه دعوة لمصر أن تتخلص من أحزانها البيت بيقول أو الشعر بيقول في البيت الأخير فهيا اخلعي عنك سوب الهمومي غدا سوف يأتي بما تحلمين هيا طبعا هيا ده اسم فعلة أمر معناه أسرعي سوب ملبس أو ريداء وجمع كلمة سوب أسواب وسياب تحلمين تتمنين اخلعي انزعي وعكسها ارتدي والبسي والهموم الأحزان وعكسها الأفراح طبعا في البدة الشاعر بيدعو مصر أن تتخلص من أحزانها وحتى يبشرها وشواغلها مبشرا إياها بمستقبل مشرك تتحقق فيه أحلامها وتستعيد مكانتها طبعا لما نقول هيا اخلعي عنك سوب الهموم هيا أسلوب أمر غرضه الحس والنصح واخلعي أيضا أسلوب أمر غرضه الحس والنصح اخلعي عنك سوب الجملة دي أصلها اخلعي سوب الهموم عنك للسائلين يبقى فيها هنا تأديم وتأخير وطالما فيها تأديم وتأخير يبقى اسمه أسلوب قصر يفيد التوكيد والتخصيص سوب الهموم طبعا الهموم لهالسوب معين إذن هي تصوير للهموم بسوب يجب أن تخلعه مصر لتتخلص من أحزانها والهموم جمع يفيد القصرة غدا سوف يأتي بما تحلمين غدا سوف يأتي بما تحلمين تصوير للغد بإنسان يأتي حاملا معه الخير والبشرة لمصر وتحلمين تصوير لمصر بإنسان يحلم في نهاية النص دي مجموعة من التدريبات عليك أن أنت تحلها هي أسئلة سهلة وهو نص سهل هنقدر كلنا إن شاء الله نحل هذه التدريبات هنقدر كلنا إن شاء الله نجوية